أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات تابعة له توغلت خلال آخر 24 ساعة مرة أخرى في قطاع غزة وهاجمت العشرات من الأهداف العسكرية لحركة حماس وبث جيش الاحتلال صورا لما قال إنها قوات مشات ومدرعات وهندسة تابعة بمرافقة طائرات مسيرة من دون طيار ومروحيات قتالية توغلت وسط القطاع كما أعلن أنه شن غارات بالطائرات وقصف أيضا بالمدفعية أهدافا لحماس في حي الشجاعية وكافة أنحاء القطاع ومن بينها منصات لإطلاق الصواريخ المضادة للدروع ومقر القيادة العملياتية على حد ما ورد في بيان جيش الاحتلال